دور محمد حصف الله استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنكام وهلأخاصة عن هلاك تأخر الإنكام الآن في لئة تهمنا مع الأعلمية شاذا شعرهاد ورجعت لكم بعد الفاصل ومنورني طبعا كل ثلاث على طول فقرة سبتة معايا دكتور محمد حصف الله استشاري النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنكام وبراحة المناظر والحقن المجاري وعدو الجماعية الطبية المصرية وعدو الجماعية المصرية للصحة الإنكامية ودبلوم جراحة المناظير والمناظير الرحمية هنتكلم معاه النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو عن حاجة اسمها البي جي اس والبي جي دي وهو الفحص الوراثي للأجنة أثناء عملية الحقن المجاري أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أهلا وسهلا بحضرتك وحضرتك وحضرتك بسهدا المشاهدين أهلا بحضرتك مبدئين كده يا دكتور كنا الحلقة اللي فاتت بنتكلم عن البي جي اس والبي جي دي بس ما تكلمناش باستفادة ويعني قررنا ان احنا نعمل حلقة منفصلة مخصصة لموضوع الفحص الوراثي للأجنة تشرح لي كده يا دكتور يعني باختصار عن المختصر الكلمات طيب هو البي جي دي والبي جي اس طيب احنا عشان السادة المشاهدين بس بمركزين معنا هو الموضوع ده شوية يعني فيه كلمات طبية كتير وهب فاحنا هنتفك كده الفحص الوراثي للأجنة هو اختصار البي جي دي والبي جي اس عشان الكلام ده هتكرر معنا كتير في الحلقة فانركز مع بعض وده مهم جدا يعني هرا ده محدش بتطرق للموضوع ده كتير لانه الموضوع ده شوية يعني فيه حاجات صعبة شوية شوية يعني طبيا حتى يمكن الأطباء نفسهم يعني احنا الحلقة دي هيستفيد يعني بعض الأطباء من الكلام اللي هنقوله ان الكلام ده مهم جدا ومش ناس كثيرة بتتطرق لي يعني فالبي جي دي او البي جي اس اختصار بالانجليش البي جي اس والبي جي اس هوا البي جي اس من كلمة سكرينج سكرينج يعني انا أنا بأسرش او بأفحص او بأبحث عن حاجة يعني كومون حاجة مثلا لجين دي communication دا specific الدي البي جي دي يعني انا specific للكروموسوم واحد بيبقى مثلا الكرموسون مسؤول عن مرض معين معروف انه الكرموسون بالضبط الجين بتاعه انا هبحث عنه في هذا الجين وده بيبقى مثلا مرض وراس جينيتك له طبعا سببه الاساسي بيبقى حاجة وراسية وده هو اللي بنقول عليه البي جي دي فالبي جي دي والبي جي اس هم يمكن نفس الحاجة بس هو يختلف الانديكيشن ده هعملو انت وده هعملو انا بمعنى البي جي اس اللي هو غير سكرينينج انا بحث بيبقى غالبا في الانبلويدي الانبلويدي اللي هما من اشهرهم اللي هو المونجل او الداون سندروم اللي احنا طبعا اكتر يا دكتور بس يعني نوضح للمشاهد الاسبريشنز اللي حضرت بتقولها لان اكيد اي مريد او اي بيشن مش فاهم الداون سندروم او المونجل هو الطفل المنغولي ده هلأكم انه بنشوفه طبعا اللي هما يعني بيبقى طفل عنده مشكلة في الكرموسوم الكرموسوم ده يد بيبقى فيه زيادة يعني في حاجات معانة من الجينات وده بيانتوا عنه هو طفل المنغول اللي هو بيبقى فيه اعاقة زهنية تمام وبيبقى يعني معاه شوية مشكلة تانية ده اللي احنا لو انا يعني انا عندي في التاريخ العائلة او في العيلة او انا خايف او 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 كمان مش لازم يكون في تاريخ العائلة السيدات الحوامل ما بين سن 35 لسن 40 ده عندنا نسبة الانبلويدي اللي هو مشاكل اللي هي زي داون صندروم زي الطفل المنغولي النسبة دي بتوصل لعشرين في المية الحمل من بعد سن الاربعين النسبة دي بتوصل لاربعين في المية طب سنة واحدة بأي دوكرة سواني الناس هتتخضب النسبة دي كبيرة انا بقولها ولكن احنا بنشوف ان الست هتجيب من سن 35 لسن 40 لو حملت لأ النهاية لو جابت بيبي سليمي او بيبي يعني كاملت تاسع وتولد بطفل منغولي اللي هو داون صندروم دا بيبقى نسبة 6 يعني 6 من 10 راحد 4 من 10 ليه بقى؟ لان احنا عندنا معظم الحالات بفضل ربنا ان هي مش بيتكمل بيحصل لها سقط ان الناس اللي عندها انابلويدي او الاجنة اللي فيها انابلويدي او مشاكل في عدد الكوروموسومات 90% بيحصل سقط في اول 3 شهور وما بيتكمل شاكن في نسبة بتكمل اللي هم من 10% اللي هم هينتجوا لي الاطفال دول بعد الولادة حتى يا دكتور في نسبة حدوث الحمل اللي اكتر من مرة لنفس السيدة في نفس السن يعني السن دا خطر حتى لو سبق ليها الحمل قبل كده دون سندروم نسبته بتزيد او الانبلويدي بتزيد عشان كده احنا بننصح السيدات يعني وخاصة اللي هو الحمل بعد الاربعين لو هم اخافين من حاجة كده بيعملوا البي جي دي او البي جي اس اللي هو الفحص الوراسي للاجنة قبل الحمل علشان ما ندخلش في ضيلمة ان الستة حملت ونشخص بس هندوم في الشر الرابعة والخامسة والثالث وطب ونسقط بقى والحتة اللي هي الشرع بقى حرام وحلال وهنسقط ولا لا عشان يعني نبعد عن هذه الضلمة بنلجأ البي جي دي والبي جي اس لو انا خايف من هذا طب احنا امتى يا دكتور بنلجأ العمل البي جي دي وامتى بنلجأ العمل البي جي اس اوكي ماشي البي جي اس زي ما قلنا هنلجأ اللي عمله اللي هو لو انا فيه حاجة عوزة عملها سكرينج في حاصة حاجة عامة اللي هي نربلويد الترعيسومية اللي هو يعني زيادات كرموسومات او نص كرموسومات لكن البي جي دي لو هو مرض مرض معين زي ما سنقول طبعا احنا الامراض الوراثية بتتقسم يعني كده ببساطة لمندليان ونان مندليان مندليان ده اللي هو يعني نسبة لمندل ده العالم يعني اكبر عالم وراثي يعني نتكلم في 1800 يعني من قرنين من 22 سنة في القصة ديت وهو اللي أقسم الكلام ديت المندليان دي والنان مندليان هنقدر طبعا سهلين سهل نعمل لهم بي جي دي ونقدر نعرف إنه الكورموسوم فيه مشكلة والكورموسوم إيه اللي مسؤولة عن المرض ديت طبعا العمراض ديت زي هنقول الفرجايل إكس سندروم اللي هو طفل الزجاجي والطفل الزجاجي ده يعني إنه هو بيبقى كل البون يعني العظم بتاع تكوين الجنين نفسه بيبقى فرجايل زجاج يعني أنا هش إنه أنا ممكن نمسيكه للعظم يتكسر وده كان عندنا حالة من سنتين كانت جانا من لقصر هي زوج وزوجة ورايب يعني كان فيه صلة قرابة وكان جابوا أربع أطفال بهذا اللي هو الفرجايل إكس سندروم طبعا البيبي بيتولد خمس ستة يام وبعده ما بيعيش طبعا الحمد لله إحنا من سنتين داخلنا عملنا البيجي دي وربنا رزقهم دلوقتي ببيبي عند حوالي سنة أو سنة وشوية كويس وسليم وكان طبعا هما لما راحوا الناس قبل كده عادوا لولنا أصيلة القرابة ولازم طبعا إحنا مش هنقدر نقول ينفسه يعني مش هنقدر يعني نهد أسره عشان موضوع ده لا البيجي دي والبيجي اس حلنا الكلام دا احنا نقدر نعمله ونسيرش أو نشوف الجين دا او الأجندا اللي فعل والأفكتد اللي هي المصابة بهذا المرض ونبعد ما نرجحاش للرحم ونرجع أجنة سليمة للرحم بينتق عنها أطفال سليمة طيب مراحل يا دكتور عمل الفحص الوراثي بالترتيب كده يعني البيشن لما يجي يتوجه إلى العيادة يعني تقريبا المراحل بتكون كم مرحلة اولا الفحص الوراثي الأجنة والبيجي دي والبيجي اس لازم ان احنا نعمل كاونسلينج مع الكابل سواء الزوج والزوجة يعني ايه ونقعد نفهم طبعا الموضوع بيبقى صعب عليهم ولكن لازم الدكتور ينزل بمستوى الفكري للمريض ويوصله المعلومة كويس جدا لان طبعا هو فيه كلام كتير يعني في الكاونسلينج في الفحص الوراثي الأجنة طبعا الفحص الوراثي الأجنة هو معروف طبعا لدى كل الناس هو بيتم عن طريق لازم حاني مجاهرة وأصلا نبيب ان انا بدي منشط اللي هو طبيض وبسحب بوائدات برا وبعد كده معمل الأجنة وبعمل حاني مجاهرة وأطفال نبيب طبعا احنا معنا سور لمراحل الفحص الوراثي اه هستور دي هنقول لو نشوف مع بعض مجموعة سور امتى المراحل اللي بنعمل فيها البيجي دي او البيجي اس هو الفحص الوراثي طبعا المرحلة والمرحلة البيضة دا ولا هذا الصور داي ام بويضة احنا بنحن لسة يعني مها هو المرحلة الي قبل دي كمان اللي هو مرحلة البويضة بعد ما بنسحبها بناخد حاجة اسماه الريض المرحلة التانية دي مرحلة الجنين دي سري اليوم التالي دا في المعمل والمرحلة التالتة اللي هي ال naugo4 اللي هو الحابbrough المرحلة دي انا اقدر اخر منها خلال الجنين طب انه مرحلة الحص احسن طبعا طبعا שהוא طبعاً حروباً ما دي محدش بعملها لو أنا هاخد بويدلاء إحنا مستنونا ببقى جنين و بناخد من الجنين ببقى ضعق طب، المرحلة اللي هذه سريد اليوم الثالث واليوم الخامس اليوم الثالث هو ميستو إن أنا أقدر أعرف المعلومة لو أنا هارجع الأجنة في اليوم الخامس بس هنا مشكلة أن اليوم الثالث ده الجنين ببقى اللي هو المرحلة أربعة خلايا أو تمن خلايا فأنا عشان أخد خلايا أو خليتين وأفحصهم ده أحيانا يعني فيه ناس بتقول انه ممكن هيبقى هيبقى مؤذي مؤذي للجنين يعني جنين تماما خيالة اللي باخده انه خلاية أو اتنين هل ده ممكن يأسر عن مبعد كده أو ممكن يأسر عن مبعد كده فعشان كده الجديد في الحتة دات ان احنا وده مش يعني مش بتعمل كتير ولكن احنا لازم نوصل المعلومة ونعمله يعني احنا بدأنا نعمله للناس فعلا ان احنا بناخد من المرحلة اللي هي الدي فايف اللي هو اليوم الخامس خلاية أو اتنين لان خلاص الجنين بقى قريدي يتكون طبعا مش هيأسر ان احنا ناخد خلاية أو اتنين واجل ترجيع الأجنة لان طبعا هي المشكلة في اليوم الخامس سناخد اليوم الخامس حبان مايرد علي معمل ممكن ياخد يومين أو يومين انا مفروض ارجع الجنين في اليوم الخامس أو السادس بعد كده انا هيبقى صعب رجع الجنين ان انا حل بقى اللغز ده بنعمل ايه بقى ان انا هياخد الخلاية وهبعدها تتفحص اللي هو الفحص الوراثي وهستنى عادي نفحص براحتنا وهن نجمد الجنين داية او نجمد الأجنة بتاعتنا السليمة بعد الفحص الوراثي ونرجعها في الدورة الجاية للست وده يعني هو حال فكرة كمان يعني ترجيح في يعني احنا نجمد ونرجع في الدورة بنسميها في دورة طبيعية من غير منشطات ده بيزاد فرص الحمل على فكرة يعني فيه مراكز برا في في امريكا بدأ ويعملوا كده ان هم يعني بعد ما ياخدوا بقى ويكونوا أجنة بيجمدوا الأجنة ولا نرجع في دورة طبيعية ناتشرال سايكل الدورة اللي جاية او اللي بعدها هيزاود لي فرص الحمل احسن ما نرجع في الدورة اللي أنا فيها منشط وده نسبة حدوث اه لازم يعني دي معلومة لازم نقدم العين يعني حتى نسبة الحمل من غير البي جي دي والبي جي اس بتبقى أعلى على فكرة فأنا في الحتة دي هتيل لناس اللي هنعملها البي جي دي في اليوم الخامس دي فايف وأقول لهم هنجمد الجنين أجنة سليمة ونرجحها لك في الدورة الجاية إن شاء الله تبقى فرص الحمل أكتر وانا اتأكدت أن الأجنة سليمة إن شاء الله اللي هرجح خليها من هذه الأمراض الوراثية اللي أنا خاف منها طيب نسبة يا دكتور يعني يعني إن الجنين يكون ماشف تماما من أي أمراض وراثية موجودة نسبة النجاح للموضوع طيب كويس جدا ده برضو من الكاونسينج اللي لازم أوصله للعينين طبعا البي جي دي والبي جي اس على فكرة حاجة قديمة بتعمل غالبا بدأوا يعملوها من نص التمانينات يعني الأول حالة عاملة كانت غالبا من 1986 وبدأنا نقول ولما تعاملت عاملة في اليو اسي في أمريكا وبدأ يقولوا طب هل أنا لما أعملها هكتنب اللي هي الفحوصات التانية اللي أنا بقدر أشخص الأمراض الوراثية طبعا إحنا عندنا فحوصات أثناء الحامل ونقدر أشخص الأمراض الوراثية هي للكورينيك فيلا السامبل إن أنا أخد عينة من الجنين وهو بعد ما يظهر النبض والكلام دي أو أخد المية بتاع الجنين من الأمن وسنتيزي بقى اللي عمله في 15 أو 16 أسبوع ونبه في الشهر الرابع أو في الخامس وحلل المية دي وراثيا ويشوف الكلام دي طب أحدث تقنيات يا دكتور في الموضوع يعني طبعا حدريك بتقول إن هو من التمنيات الموضوع شغال وبيتم ممارسته لكن طبعا أكيد يعني في الألفنات طبعا أكيد فيه تقنيات دخلت على الموضوع وحاجات جديدة تقنيات فعلا دخلت عشان نزود الأكيروس اللي هو دقة الحصول الحقيقي اللي فات اللي هو دقة إن أنا أقول الجنين سليم 100% تمام فهل يعني هم حتى لما كانوا بيعملوا في التمنيات كانوا بقول لك إحنا برضو هنعمل أمنو سنتيز أنا عندي طبعا عندنا هنا في مصر أو في العالم يعني في الإسلامي والعربي إن أنا عندي حتة بقى الشرق إن أنا الجنين حتى لو شخصته هل طبعا هو طبعا فيه نبضه طبعا الأظهر عندنا يقول لك طلبا نبضه شغال حتى لو شخصته إن فيه مشكلة وإن فيه حاجة حتى مش هيقدر يعيش بعد الولادة يقول لك ما تتدخلش طلبا نبضه شغال وتطبعا أن هي الحتة الشرعية اللي احنا طبعا بندخل في كونتروفيرس فيها وندخل في جدال بقى مع يعني فعشان إحنا نبعدنا هنزل موضوع أنا يعني البي جي دي والبي جي اس بيحلل القصة دي إن أنا أبي مرجع الأجنة ببعرف الأجنة دي سليمة أو لا طب الفحص الوراثي يا دكتور يعني بيكشف أمراض بعض الأمراض الموجودة في الجينات بقى الوراثية والهسر بتاع الأب والأم إيه يا دكتور بقية الأمراض اللي ممكن الفحص الوراثي يوضح الفحص الوراثي برضو الكلام دي يهم السادة المشاهدين البقى الأمراض احنا قلنا زي زي السيستيك فيبروز السيستيك فيبروز ده بيبقى مرض فيه تلايف في الكلة الكلة ما بتفرز طبعا الجنين ده بيبقى عنده فشل كلوي حتى لو عاشه طولت في التاسعة مش يعيش للأسف الكلة مش شغالة ففيش ما هي حواليه فبيحصل له ضمور في الرئتين فطبعا حيانا احنا برضو نتقرب ومش هنقدر نزله عشان فيه نبض شغال اللي هي الحتة الشرعية اللي هي ببقى فيها اختلاف يعني دي حلاء ايه ده حلاء لانا شخصة قبل ما يحصل حمل يعني لو انا اتكرر مع العيان مثلا جابت مرة امرتين كده وعندها تاريخ عائلي لا اقول لها تعال نعمل بي جي دي و بي جي اس بقى ليه بقى عشان ما ندخلش فيه الظلم وطبعا الساكك تروم اللي هو العامل النفس بقى ان الستي في شاري خامس وتحمل والبي بينزل وما يعيش او انا نزله اي ان كان بقى فده بيبقى حاجة عندنا احنا هنحتاج البي جي دي و البي جي اس فيها يعني بيكتنب هزي الامراض الامراض دي اللي انا بقولها ان هي هتتشخص جوه الرحم او تشخص في الولادة اللي هي الانفنطية ولكن عندنا كمان امراض يعني هما بقى التطور بقى والحديث في القصة دي ان هما بدأوا يفكروا في الامراض الادلتونست ادلتونست يعني الامراض اللي هتحصل حتى بعد بي 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 ده ما يجي ويحصل له مرض في السن التلاتينات والاربعينات زي الروماتويد ارثريتس اللي هو الروماتويد شهير مرض الروماتويد دي حتى الحاجات دي يا دكتور بيتمج تشارك بالفح بدأوا ليها جينيتك بيزيس او ليها ان احنا عمل وراسي وجينات نقدر نشخصها ونقدر نفحص هذا الجين ولو طبعا ما نرجحش هزي الاجنة فطبعا ده التقدم من انا عشان ازاي يعيش في مجتمع سليم مجتمع خلم الامراض اللي هي ملهاش علاج كل الامراض الوسائية عندنا الاسف مناش علاج زي الروماتويد يعني الروماتويد ابندي كورتوزونات والونجرون ويمشي العيان طول حياته عليها وتبقى امراض طبعا مصبطة للمناع فبدا انا نفكره والحديث في الموضوع يعني حتى الاضلت قنص الدزيز اللي هي الامراض اللي بتبدأ بدري مش اللي هي اللي بتبدأ قصدي سوري بعد متأخرة بعد سن العشرينات والتلاتينات دي بيتم بودو طالما لها جينيتك بيزي طالما لها عامل وراثي بقدر بالبي جي دي بقى بالمش بي جي اس دي دياجنوزي عن تشخيص ان انا هشوف الجين ده فين في الكروبوسوم ديت وقدر ابحث عنه طبعا هي طريقة عامل البي جي دي والبي جي اس البي جي دي والبي جي اس ان انا باخد الكروبوسوم هذي المادة الوراثية تمام وبعملها بطريقتين سواء البي سي ار البوليت اللي هي يعني بيتم عمل فيه ايه دكتور ان انا باخد المادة الوراثية في الخلية طبعا لازم اتكبرها تمام انا مش قدر اشوف في الخلية واحدة دي حاجة فانا بطريقتين الفيش او البي سي ار البي سي ار اللي هو البوليت شين اه البوليم ريزي تشين ري اكشن او الفيش ده اختصار الفرويسنت انسايتو هيبرديزيشن يعني ده تكنيك احنا مش عارزين نتطلق لي يعني هو هو الطريقتين دول انا بكبر المادة الوراثية دي وبقدر افحصها تمام عشان كده هو باخد وقت انا ما قدرش بس نجيبه عمار ارافها في نفس اليوم ممكن هيرد عليه بعد تمانية واربعين ساعة اه عشان المشكلة احنا بنقابلها في الدي فايف اللي هو اليوم الخامس انا هستنى عشان لما يرد عليه ما اعمل هيكون دي سيكس اللي هو اليوم السادس اليوم السابع مش هعارف ارجع الاجنة تمام عشان كده احنا قلنا التقنية ان احنا نجمد الاجنين الاجنة السليمة ونرجع بقى في ناتشرا سيك في الدورة اللي بعدها تمام يعني يا دكتور الموضوع نقدر الواحد يسيطر عليه ان هو يتجنب امراض كتيرة جدا من امراض الوصية لان امراض الوصية لاسف مهاش علاج عندها الغدرات يعني على مستلع عالم كله مهاش علاج وطبعا بيبع علاج يقول لك خطبة يعني طول حياتك طب بالنسبة بالنسبة يا دكتور اللي هو مرض انيميا البحر المتوسط هل بيتم تجنبه بعمل الفحوصات اللي لازم اه لان امراض بحرض ليها برضو جينيتك بيزيس يعني ليها عامل وراسي سيكلس الانيميا اللي هي الخلية المنجلية والسلاسيميا كل دي امراض دم موجودة بتبقى كورونيك مزمينة برضو للأسف ملهاش علاج كله بيبقى كورونيك سواء الانيميا البحر المتوسط او سيكلس الانيميا اللي هي الانيميا المنجلية ده ترجمتها بالعربي او السلاسيميا ميجور اللي هي الانيميا اللي هي بتبقى تحلوا الدم ونقعد بقى البيبي ما من هو طفل بيعيني الدم وهكذا وبيعمل مشاكل واحيانا ما بيكملش يعني ده كله السلاسيميا سيكلس الانيميا اللي هو الانيميا البحر المتوسط فيفر اللي هو الميدي تريني فيفر كله ده الجينيتك بيزيس انا اقدر اعمله في البي جي دي اللي هو الديجنوس انا بقى اشوف الجين بتاعه وأقدر بقى أشوف الجين ده إيه ولو فيه تاريخ عائلي في العائلة لهذا المرض ممكن أشوف المرض ده يتوعمل بيجي دي وسيطر على الحال وحاجة تاني مهمة ده بقى الجديد برضو من الحاجات الجديدة الأوتز من التوحد التوحد ومشاكل 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 بتاعاته في الأطفال دلوقتي برضو الحاجات الجديدة أن احنا قالوا أن العائلة اللي فيها توحد فيها أوتز الأوتز من اللي هو التوحد عشان بس السادة المشاهدين بشوف البيبهات الميلز يعني البيبي الولد هيبقى اكسبوسد أكتر أنه يحصل له توحد فعشان كده أنا مجا بعمل بيجي دي بنصح أن أنا أعملهم وانقل البيبهات الفيميل البنات مش الولاد لأنه لو نجيب ولاد هيبقى نسبة أنهما يحصل لهم التوحد ده كلام جديد قوي يعني ده يمكن أحدث حاجة عندنا على فكرة لأن التوحد برضو لغاية دلوقتي احنا من زمانة دينا عشرين سنة محدش عارف له بيزيك بس بدأ يبقى له جينيتيك بيزيس وبدأ أنا نقول أنه هو الناس اللي عندهم في العائلة توحد الميلز الولاد هيبقى عرضه أكتر أبدأ أنا في البيجي دي والبيجي اس أرجع لهم اللي هو الفيميل أكيد يا دكتور للحديث باقية وأكيد هنتكلم عن موضوع باستفادة أكتر دكتور محمد بيكون معينا كل يوم ثلاث فقرة سبتة أكيد يا دكتور إن شاء الله للحديث باقية لأنه وقت للأسف حلقتنا انتهى أشوفك على خير إن شاء الله يوم الثلاثة الجاي أعزائي المشاهدين يعني وقت حدثنا للأسف انتهى إن شاء الله أشوفك يوم الحد الجاي في حلقة جديدة من برنامج لأنك تهمنا انتظرونا باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر